ازايكو عاملين ايه انا ازيس وده فيديو جديد الفيديو بتاع النهاردة انا متأكدة ان هو هيجيب ناس كتير جدا لكن عيبو الوحيد انه هيبقى طويل شوية بس انا اوعدكم بجد ان الفيديو هيبقى حلو ومفيد على الاقل هتستفادوا منه بمنتج واحد بس الفيديو بتاع النهاردة عبارة عن ان انا هوريكم حاجات غالية جدا والبديلة يعني البداية للارخص بتاعة الحاجات دي علشان لو انتو مثلا نفسوكم تشتروا حاجة معينة وعارفين انها غالية تعرفوا تجيبوا البديل الارخص لها اللي هيديكم نفس الافكت بتاعها بالزبط فلو انتو مهتمين تابع الفيديو للاخر واتنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس وكملوا الفيديو للاخر او شوفوا اكبر جزء منه بحس ان الفيديو ينتشر وعملوا لايك وكمنتات بقى والحاجات الحلوة دي ويلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة بقى هبدأ بيها طبعا كلنا عارفين الشيت ماسك بتاع البابلز اللي هو بنحطه على وشنا دوت وبيدي كده زي البابلز على الوش ويفضل يعمل فقعات فقعات كده والافكت بتاعه في الاخر اللي هو بالزبط بتاع الفحم ده ان انا بعد ما بحطه على وشي بلاقي المسام نطفد جدا وشكل المسام بقى انعم والوش بقى شكله منور كده ونضيف البديل الارخص بتاعه هو بتاع جارني اللي هو لونه اسود اللي هو برضو بنفحم الفرق الوحيد ما بين الاثنين ان ده بيعمل الفقاقيع والبلونات وده ما بيعملش لو انتوا عايزين تجربوا الحاجة كتجربة وفكرة البلونات اللي بتحصل على الوش خلاص هاتوا ده زي ما انتوا عايزين لكن لو انتوا عايزين الافكت بقى بتاعه نفسه حاجة ترتب وتنقل وش وتخفف من شكل المسامات وتنظفها لا خليكم في بتاع جارني بتاع جارني ده بتلاتين جنيه انما بتاع البابلز ده بيبقى بخمسين وستين جنيه فطبعا فيه فرق في السعر ولكن النفيجة في الاخر هي هي تاني حاجة هتكلم عنها بعد كده هو السبري فاونديشن بتاع الرجلين ده اللي هو بيجي كده منه مثلا تلات درجات تقريبا الدرجة اللي معاي دي تلاتة دي كان بغمق شوية اخترتوا تساعتها الدرجة غلط من زمان هو عبارة عن سبري فاونديشن بترجوه كده هو طبعا خلصان فبيعمل الصده بترجوه وتفضل وترشوه على الرجلين بيدي شكل انعم للرجلين وبيخلي شكلها احسن كتير البديل بتاع السبري بتاع الرجل برضو اللي اسمه سالي هانسن هبقى سيبلكم صورته في الفيديو ولو ما عرفتش هسيبلكم صورته في الجروب وهواريكم بيخلي شكل الرجل ازاي الجروب بتاعي اسمه ازيس رسمي على الفيسبوك بقشتركوا فيه لان انا بنزل عليه حاجات زي كده ما عرفتش هجبلكم صورها عشان الكوبي رايت وكده بنزلها على الجروب ده كان سعره لما انا جبته 100 جنيه غالبا بالكتير قوي هيوصل 150 جنيه بالكتير قوي قوي في المقابل بقى بتاع السالي هانسن يعني سعره 450 جنيه انا ما جربتش سالي هانسن ومعرفش يعني الايفكت بتاعه ايه واكيد هيبقى احسن من ده شوية ولكن ده في نفس الوقت ما كانش وحش يعني ده كان حلو جدا فلو انتوا عايزين حاجة ارخص على طول هاته ده ده اسمه مش عارف اسمه ايه اسمه غريب كده بصوها ده اسمه هبقى اسابلوكم برضو صورته على الفيسبوك ابقوا روخوا شوفوه الحاجة اللي بعد كده طبعا كلنا عارفين الكريمات بتاعه تلاروش بوزاي اللي هي الكريمات المرتبة ده اللي معايا اليفا كلار اتش هو خلصانه متبهدل كده شوية ده كريم مرتب المفروض الحلو في الكريم ده ان هو بيرتب الوش وبيعادل البي اتش بتاع الوش للبشرة المختلطة في بقى البديل بتاعه اللي هو الكريم بتاع ستارفين اللي هو بتاع الاكني برونسكن الكريم ده هو للبشرة الدهنية اصلا ولكن انا شايفه برضو ان هو مش وحش خالص للبشرة المختلطة وبيدي تماما نفس الايفكت بل بالنسبة لي انا بقى لو انتو كمان بشرتكم دهنية يعني ده هيبقى شكله احسن شوية وبستخدمه في الشتاء وبستخدمه في الصيف عادي جدا وفيه فرق في السعر الرهيب يعني ده سعره ستين جنين وده سعره غالبا متين وحاجة دلوقتي ففرق في السعر كبير جدا وكمان ده بيقوله ان هو للحبوب انا عن نفسي ما شفتش ان هو بيعمل افكتة قوي للحبوب للامانة يعني ولكن ككريم نتحط على الوش وننزل بيه الشارع من غير ما حس ان انا وش يمدهنن او احطه قبل الميكب او كده تقلل من الانتفاخ وكده اقل واحدة فيهم بتتباع بتباع بتلاتين جنيه دي اقل واحدة في بقى بتاعة ايفون البديل اللي هي عليها رسمة البندا دي دي كان سعرها تقريبا متين جنيه انا عارفة ان انتو هتتخضوا من سعرها بس اعيز اقولكو دي فيها تلاتين قطعة تلاتين قطعة يعني ارخص مية مرة من ان انتي تروحي كل شوية تشتري واحدة بتلاتين جنيه وتنزل في البروشور بتاع ايفون بتقدري تشتريها من اي سيلر من ايفون واسيب لكم تليفون الحد اللي انا بتعامل معي وبشتري منه الحاجات بتاعة ايفون كلها خلينا بقى نخش في الحاجة اللي بعد كده طبعا كلكو عارفين الكريم المرتب بتاع فازلين اللي هو بالكاكاو ده ده سعره بيبقى من مية المية وعشرة وفي السيل بينزل بتسعين جنيه يعني ده ارخص سعر اللي هتلاقوا تقريبا البديل بتاعه بقى واللي زيه بالزبط بل ورحته افضل شوية بالنسبالي بتاع ايفون اللي هو بالكاكاو ده شكله ده سعره بيجي من 45 ل 50 جنيه برضو بينزل في الكوشور بتاع ايفون تقدروا تشتروا من اي حد بيبيع حاجات ايفون وشايف انه هو البديل بتاع ده واللي اثنين بحس ترتبهم واحد ورحتهم الاثنين حلوة بالنسبالي بحب الاثنين فلو انا هشتري في الاخر هروح هشتري الارخص اكيد مش هشتري بتاع الفازلين اللي هو بالنسبالي اغلى مثلا اربعين خمسين جنيه فاهمين اوص دي فده بالنسبالي الكريم المرتب حاجة اللي بعد كده الماوس ووش بتاع السترين كلكوا طبعا عارفينه الميزة فيه مفهوش قحول ولكن عيبه انه غالي مثلا تقريب ان كان سعره خمسين او حاجة واربعين انا اتجدم الشكل سعر بسهو كان اغلى من البديل اللي انا اورريه لكم اللي هو بتاع انليفن ويفرق طبعا في الاحجام رهيب جدا ده تقريبا ده 250 ميلي انما ده 500 ميلي ده كان سعره 33 جنيه وبرده مفهوش قحول ونفس الافكت بالزبط واللي اتنين بالنسبالي واحد فاللي خلينا اشتري السترين لما انا ممكن اشتري بتاع انليفن واللي اتنين متوفرين في كل حتة عموما الحاجة اللي بعد كده بصوا البديل ده يعني انا نفسي انبسطت ان انا لقيته عارفين المجموعة بتاعت اويل زوف لايف بتاعت زبادي شوب بصورة كريم ده ده يعني الوقت انما انا جبته كان بخصه 100 جنيه مش عايز اقول كده عشان سعره اوفر ومبالغ فيه جدا هو حجمه كان اه سويني هقولكو اعطاك كان 80 ميلي الكريم ده عبارة عن انه هو مجموعة زيوت ومن بعد ما منحطوه على الوش وبعد اما انا استخدمته كله اهو وخلصته الايفكت اللي بتاخدوه منه نضارة وترتيف البشرة والبشرة بتبقى مارينة وحلوة لكن هل ده مستهل 500 جنيه لا طبعا وعلى فكرة هو اكيد غلي لان انا الساعدة كنت اجابه بي من زمان جدا البديل بقى بتاعه واللي هو بجد حلو جدا بتاع ايفون بصو بتاع ايفون بتاع نيوتر افكتس ميريكل جلو نوريشنج اويل كريم هو برضو معمول ان هو مكون من زيوت وكل الحاجات اللطيفة دي وحقيقي انا شايف ان ده هو هو نفس الايفكت بتاع ده مع الاستمرار مع فارق السعر الرهيب يعني ده تقريبا كان مش فاكر بقى اقل من 200 جنيه او 200 جنيه حقيقي مش فاكر اوي بس اقيا كان ايه ساعده هو طبيعي انه هيبقى ارخص كتير جدا عن ده يعني زي ما قلتلكوا ده البديل بتاع ده وتفرجوا بقى على فرق السعر بل بالعكس انا بالنسباي ده كان احسن لسبب ان ده شكله حلو جدا من بعد المكياج اقدر ان انا انزل بيه وفي الشتة بيرطب الوش جدا وشايف ان هو حلو على فكر كل انواع البشرة وانا بشرتي دهنية وشايف ان هو ينفع مع البشرة الدهنية ومع البشرة المختلطة يعني بجد حلو جدا فده ينفع ابرده مع كل انواع البشرة بس تقيل شوية يعني الكنسيسي بتاعته والتكستشير بتاعته تقيلة شوية فممكن ما ينفعش قوي مع البشرة الدهنية ويطلع لها حبوب تحت الجلد الحاجة اللي هتكلم عنها بعد كده طبعا كلكم عارفين الكولاجن بتاعه فارم ستي اللي هو لون وازرق ده سيب لكم صورته برضو في الجروب واسيب لكم صورته دلوقتي على الشاشة وعارفين كمان اللي هو المجموعة بتاع دروب سوف يوث اللي هي السليبين ماسك ده شكله انا برضو ده مخلصة كله بتاع الكولاجن ده ب350 جنيه اقل سعر اللي هتلاقوه 300 جنيه بتاع دروب سوف يوث انا مش فاكرا سعره بس طبعا معدي 400 جنيه بعد ما خلصت ده وطبعا انا مجربتش بتاع فارم ستي بس بعد ما شوفت رفيوهات كتير عنه حقيقي حقيقي البديل الارخص اللي هيديكم نفس الافكت بالزبط بغض النظر عن المكونات مع انه متشابه جدا في المكونات بتاع فارم ستي هو ده بتاع لوريال اللي لسه نازل جديد اللي هو الهايلورون اكسبرت النايت كريم الكريم ده بجد انا شايف انه هو احسن حاجه طلعت الفتر دي لسبب سعره حلو جدا ده مبدئين سعره 130 جنيه وده سعر طحفة لحاجه فيها هيلورونيك أسد لان كل الحاجات اللي فيها هيلورونيك أسد بتبقى غالية جدا اقل رقم لها 200 جنيه فده يعتبر سعر كويس جدا سليبينت ماسك يعني هيفيد بشرتي جدا وفعلا نفس الافكت اللي انا شفته من الدروب سوف يوث واللي انا متأكدة انه هيتطلع نفس الافكت بتاع فارم ستي ده من وجهة نظري عشان ابقى امينة معاكم انا مجربتش فارم ستي ولكن انا شايفه ده هيبقى بديل ارخصه المفروض انه هو في هيلورونيك أسد بيناعمل خطوط الرفياء بيرطب بكسافة وهو حقيقي بيعمل ده كان دكتور محمد النظر اتكلم عنه وقال ان الجزائقات بتاعته بتاعت الهيلورونيك اللي فيه صغيرة جدا انها تخش البشرة انا من قبل حتى مسمع الكلام بتاعه وجربته على نفسي حسيت انه هو بينعم شكل الخطوط بينعم لكن ما بيعالجش مفيش اي حاجة هتعالج وده بينطبق على كل الكريمات الغالية والرخيصة فانا شايفه انه كان ممتاز جدا وشايفه انه هو البديل الارخص للكريم ده الكريم اللي بعد كده اللي انتو كلكم عارفين اللي هو بيبانثن ده شكله بيجي منه زي لوشن كده خفيف وواحد برضه اتقل شوية في التكستشير بتاعته والكونسستنسي بتاعته اللي هي القوامة بتاعته يعني فالبديل الارخص ليه زينك اوليف مفيش حل تاني وده للحفظات وده للحفظات والاتنين بيستخداموا ان انتو تهدوا اي مكان انتو لسه عامين في زالة شعر بيخلي المكان قهده كتير جدا وبيرطب حلو جدا بتاع زينك اوليف كله حاجات طبيعية يعني معمول من زيت الزتون والزينك وزيت الخروع وبس كده الاتنين بصراحه حلوين بس مع فارق السعر ده تقريبا كان ب30 جنيه وحجمه كبير جدا جدا ده كان هقولكو استنو كده هوا 75 جرام حلو جدا بتاع بيبانثن بقى في المقابل 30 جرام بس فرق رهيب وفرق في السعر رهيب بيبانثن الفرق اللي فيه هوا فيه منه ممكن يتحط على الوش وده هنتكلم عنه في فيديو تاني هل هو حلو على الوش ولا لا الحاجة اللي بعد كده اللي هتكلم عنها السكروب المشهور جدا بتاع سانت ايفس وده سعره 130 جنيه اقل سعر لي مع ان في المقابل بتاعه بتاع إيفا ب30 جنيه بس وموجود في كل الصيدليات ومش محتاجين ان انتو تروحوا تشترون من اي حتة بعيدة ولا اي حتة غالية الفكرة ان ده حبيبات وخشنة قوي وعالفكرة دي مش حاجة حلوة جدا على الوش بتاع إيفا الحبيبات بتاعته تعتبر متوسطة جدا وينفع لكل انواع البشرة بجد يعني كل انواع البشرة دهنية وحساسة وعدية ومختلطة وكله بتاع سانت ايفس عشان يعني تقيل قوي عايز بشرة دهنية جدا تكون بقى فيها مشاكل كتير وعندها رقوس صودة كتير وحوارات كده كتير جدا والله هي بشرتكم متدمره انها فكرة الرقوس الصودة هي مع الاهتمام بالبشرة تقدروا ان انتو تزبطوا الدنيا فقاليكم فده لو انتو عايزين حاجة ارخص الحاجة اللي بعد كده نشتريها غالية ولا نشتريها رخيصة ولا نشتريها ايه السفرات بتاعت فلمينجو انا اللي معايا دي الكوبي دي كنت جايبها ب35 وبتنزل ب25 في نوع منها ب12 جنيه انا ما عارفش يمكن فيه فارق في الكواليتي فخليكم فمو 35 بس يعني على امل اللي بتشتروها مني ويباع لو فيه فارق في الكواليتي اللي هي كواليتي بتاعتها كويسة يباحها بسعر كويس في كل الاحوال انا شايفة ان اي سفرات هتبقى كويسة وسواء بتاعت فلمينجو او غيرها اللي اتنين بيديوا نفس الافيكت حتى لو بتاعت فلمينجو اللي هي الاصلية اللي هي ب130 جنيه عقل سعر اليها اوه حلوة لكن دي كمان مش وحشة خالص وحقيقا انصحكم جدا ان انتو تشتروا الكوبي هتقعد معكو كتير جدا وبصراحة الافيكت بتاعتها تحفة كنت عاملة فيديو كامل عن ازاي نستخدم شفارات الوش هبقى اسبها لكم في الديسكريبشن بوكس الحاجة اللي بعد كده سكروبات الجسم بكل انواحها بكل اسعارها البديل بتاعها ستاركي ستاركي الميزة فيه انه هو بيجي منه انواع كتير يعني مثلا اللي معايا ده كان بالمشمش وفيه بالفحم وفيه بالترمش وفيه حاجات كتير جدا وسعره عشرة جنيه بل و اقل كمان فيه لازم ببيعه باغلى بس يعني لا هو اغلى حاجاي عشرة جنيه مش هستهل اكتر من كده حلمه حلو جدا وتأشيره حلو جدا وحقيقي هو اغناني عن كل السكروبات بتاعت الجسم اللي انا جربته في حياتي لسبب هي قافي حاجات اتقل منه واخشن منه بس انا بحب استخدم ده مع كل مره باخد شوارفة مش محتاج ان انا استخدم حاجة اتقل من كده وسعره حلو جدا ورخيص فليه لأ يعني ليه لازم وراح اشتلي سكروب بستين جنيه طب تعملو في البيت يا جماعة وانتو بتكسلو تعملو في البيت زيه هو ده احسن حل ممكن تشتروه بصراحة يعني ده من وجهة نظريه الحاجة اللي بعد كده طبعا كلكم عارفين المسك بتاع اللي هو الطين اللي هو لونه اسود ده برضو انا مخلصاه خالص الافيكت بتاعه فضيع وتحفة بس هو 200 جنيه يعتبر سعره متوسط لهو غالي ولا خيص بس البديل بتاعه بقى معي بديلين في البديل بتاع ايفون المسك بتاع ايفون ده ده الافيكت بتاعه اقل منه سنة يعني ده اقوى شوية ولكن بالنسبالي الاثنين واحد يمكن ده بينشف البشرة سنة عنده بس في النهاية الافيكت بتاع تنظيف الوش هو هو والنشافان ده بنعوضه بالمرطب عادي جدا ده سعره كان 80 وده كان سعره 200 وسعب يبقى اغلى من 200 والبديل كمان ليه اللي هو بتاع الفحم سكروب الفحم بتاع جورنيه هو غسول وقناع ومقشر انا برشح انتو تستخدموه كمقشر وقناع بس غسول دي فاكس قوي اللي انها يبقى انا شف جدا وبيدي على فكه لو استخدمتوه كمسك نفس الافيكت بتاع ده مع زيادة خطوة التأشير يمكن ده احسن لانه 2 في 1 بدل ما تشتري كمان سكروب خليكي فده وعمليه سكروب ومسك في نفس الوقت زي ما انتفقنا دول يعني البديل بتاع دول ده بمتين او اكتر ده بتمانين وبينزل في البروشور بتاع ايفون وبصراحة انا بحب ايفون لان هي لها حاجات في الاسكنكير تحفة جدا كنتش اتخيل كده وزي ما قلت لكم الرقم اللي انا بتعامل معه سيبهولكم في الديسكريبشن بوكس عشان بتسألوني عليه وبتاع جورني بيبقى 100 جنيه بس بينزل عليه اوفرز كتير هتلاقوه على جمعية بستين او اقل او اكتر شوية انا كنت اجابها بستين من الاوفرز بتاعت البلاك فرويدي واكيد هتلاقوه دلوقتي فيه اوفرات عشان الاعياد وكده الحاجة اللي بعد كده البديل شايفين الاصدي لتيتري اويل بتاع زباني شوب ده الكبيره 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 دي تقريبا كانت اكتر من 200 جنيه البديل بتاحه بتاع نفرتاري ده كان ب 171 جنيه والحجم الكبير وهو 25 ده ده 20 يعني ده كمان اكتر منه وده الحجم الكبير بتاع زبادي شوب وارخص وبتاع نفرتاري ارخص من بتاع زبادي شوب والتنين نفس الافيكت يمكن ده مركز شوية فتقدروا تخففوه بمية وارد وتخلطوه مع اي حاجة انتم عايزينها وكنت عاملة فيديو عن ازاي نستخدم زيت شجرة الشاي للبيت والبشرة والجسم والشعر وكل حاجة هساب لكم اللينك في الدسكريبشن بوكس وطبعا ده بديل رخيص جدا وكمان سمعت ان الزيت بتاع زبادي شوب بطل ينزل اصلا يبقى بتاع نفرتاري هو الحل الوحيد لان فيه زيور كتير في عند العطار بس ما بتبقاش مضمونة قوي لان اغلبها بيبقى مخشوش انا عارفة ان الفيديو طويل قوي بس انا جايبالكم بدايل كتير بصراحة عشان ايه اراضي كل الناس الحاجة اللي بعد كده هلتنت بتاع زبادي شوب انا عندي مشكلة مع زبادي شوب ان انا اتعملت معهم كتير اونا صغيرة وجبت حاجة كتير جدا وكشبت ان لها بدايل ارخص كتير ويعني انا كنت معتكدا ان الحاجة الغالية هي الاحسن انا عارفة ان ممكن تكون المكونات افضل بس في الاول وفي الاخر كل المكونات مدرا للبشرة يعني معلش يعني ده كلها حاجات كيموية ففي حاجات بتبقى ارخص وبتدي نفسها النتيجة خلي الناس تتدلع البديل الارخص بتاع التنت بتاع زبادي شوب بتاع ساسيمي اللي هو ابو 15 جنيه انا كنت عاملة فيديو عن كل انواع التنت اللي طلع مشهورة وترند اللي طلع الفترة دي ابقوا روحوا شوفوه اتكلمت عن كل انواع التنت بس انا بالنسبة لي ده هو البديل حقيقي لده وفي بقى ضربات مختلفة من ده ويمكن ده كمان سابته اعلى كتير جدا يعني مع فارق السعر ده كنت جاي بازلان بمتين وحاجة وده كان ب 15 جنيه اغلى سعر اليها 23 جنيه ففارق رهيب جدا من السعر الحاجة اللي بعد كده طبعا برده كلكوا عارفين البادي بطر بتاعت زبني شب اه دي سعرها برده معدين 200 وحاجة البديل الارخص لها من امتنان برده زبدة الجسم بتاعت اه يمكن دي بترتب اتقل مليون مرة بس فيها ايه برهيب ان هي ماينفعش تستخدم جير في الشتة وعايزة حد بشرته ايه بقى نشفة نشفة يعني ولو عندكم جلد وزة يبقى لازم تجيبوا دي هي بتاخد فترة شوية على ما تنشف على الجسم ولكن في الاول وفي الاخر نفس الافكت وسعر ارخص كتير دي ميزاتها عندي ان دي بتنشف اسرع شوية ولكن في كل الاحوال الترتيب هو هو فلو عايزين بديل ارخص خليكم في بتاعت نيفر تاري كمان روايح هتجنن زي بتاعت زبدي شب الزبت ايه الحاجة اللي بعد كده الحاجة اللي بعد كده الحاجة اللي بعد كده الكانتو اللي هو الليف ان ده سعر كان بمتين وحاجة بس انا بالنسبالي ده ملوش بليل بصراحة لانه حروق جدا بس لو انتو عايزين بديل ارخص ليف ان كويس مش وحش بس طبعا كانتو احلى يعني بتاع بلس ده ماتين وخمسين وده بستين تقريبا ففرق في السعر رهيب جدا فلو انتو بش تقدروا تجيبوا بتاع كانتو هاتو بتاع بلس بس خلينا متفقين ان بتاع كانتو احلى معلش يعني انا حد الوقتين مجربتش اي حاجة احلى من له بصراح عشان ما بقشكت بايبا يعني عايز اقولكو ان انا كنت هانسة حاجة مهمة جدا اهم حاجتين يعني ولدرجة ان انا قمت وخلصت الفيديو وعملت الايدت ورجعت ان انا اي اصور الحتة دي تاني لان كنت هانسة خالص مبدئيا بس خلينا خلص من اول حاجة البديل بتاع بايو درما اللي هو عدل متين جنيه طبعا بتاع جورنيو اللي اتنين لازم تخسروا الشكم بعدهم والاتنين مش بيتعبوا العين خالص لو انتو عينكم حساسة ده احسن مزين ميكوب ان انتو تجيبوه حاجة المهمة بقى عارفين بتاع زاورديناري اللي هو اني سيمايد ده سعره عندنا هنا في مصر بربعمية جنيه وخمسمائة جنيه وحاجات غريبة كده البديل بتاعه بتاع فارما سيريز اللي هو الفيتامين سي ده شكله عشان لو انتو عايزين تاخدوه سكرينشوت ده سعره اتين وتلاتين تقريبا فرق يعني النص بتاعه النص السعر المفروض ان بتاع زاورديناري بيعمل حلو الاثاري الحبوب وبيدي نضارة للبشرة وحاجات زي كده وبيرطب البشرة ده يعني حلو جدا لاثاري الحبوب وبيرطب البشرة جدا وبيدي كمان نضارة انا مجربتش بتاع زاورديناري عشان بتكلم معاكم بجد لكن ده اللي انا جربته بصراحة عجبني جدا بالذات مع الدرما رولر بس كده الحاجة اللي بعد كده وهي البلاك هيد كليرينج ليكويد اكستراكشن ستريب بتاع ايفون ده شكله حجمه صبانا كده ولطيف مش فاكرة سعره كان كام بس هو سعره مكانش رخيص ومكانش شغالي غالبا كان بثمانين مثلا هو تلاتين ميلي ده عبارة عن زي ماسك كده بنحطه بنطلعه بنلاقي حاجة زي الجده اللي بنحطها على منخرنا كده ونستنى شوية وبعدين نشد بيطلع الرؤوس السودا ده انا شايفانه بديل ارخص كتير جدا عن البور ستريبس اللي بنروح نشتريها اللي هي اللازقات بتاع تلانف دي اللي بتبقى غالية قوي بتبقى فيها واحدة بس او فيها مثلا تلاتة او عشرة ويبقى سعرها يعني غالية جدا بيبقى سعرها معدي المتين جنيه وقال سعر اليها ميت جنيه ده بالنسبالي احسن فان انا اشتري مثلا يعني في محلات بتروح تبيع البور ستريبس دي متفرقة وتبيعلك الواحدة بتلاتين جنيه فليه يعني؟ دي تعتبر بديل كويس بس عايز اقول حاجة عندها عشان ابقى عندي بس يعني مصدقية هو مش بيشيل مية في المية هو عايز حد عنده رؤوس سودة تخيمة جدا وكمان مش بيشيلها مية في المية هو بيشيل بدايتها وبيشيل شوية بعض الحاجات كلها من جدرها يعني ولكن زي ما تقوله كده عايز استخدام كذا مره عشان بس بقى صريحة معاك ولكن فرق السعر طبعا رهيب جدا وكمان البورستريبس دي بتبقى انتو حظوكو يتشتروا حاجة تطلع حاجة ويتشتروا حاجة وتطلع وحشة يعني فهاتو ده احسن حطوا منو طبقتين كده ساميكين وسبهم ينشفوا عشان يشد كويس الحاجة اللي بعد كده وهو تكلمت عنه كتير قبل كده البديل بتاع الاروش بوزي اللي هو الانثيليس دوت وبيجل فرق رهيب في السعر ده بمية وخمسين جنيه تقريبا وبينزل عليه عروض واحدة ومعها واحدة وحاجات حلوة كده وبصراحة يعني عشان مبقاش كبابة ده بالنسباي احسن من ناحية السعر ومن ناحية كمان الشكل على البشرة بصراحة شكله احلى كتير جدا وبقيت مؤخرا بستخدم اللي هو الستورفي الكريم المرتب مع الببيجل وبينزل الشارع من غير حتى محتاج ان احط لوس بودر تطفي اللمع فده بصراحة يعني حاجة جنبة جدا الحاجة الاخيرة واخيرا وصلنا لنهاية الفيديو طبعا كلكم عارفين الهايلايتر دروبس بتاعة كاتشيس ده شكلها ده الدرجة بتاعته اللي هي الفضي دي البديل الارخص بتاعه وانا انا شايفه انه هو نسخة بالضبط مع فارق السعر ده كان سعره مية وحاجة تقريبا يعتبر سعره خيص على فكرة مش غالي بس فيه مدير ارخص ده الجليتر بتاعه اتقل سنة شوية بسيطة ولكن برضو شكله حلو اللي هو بتاع بريتي وومن ده شكله هايلايتر كريمي كده بصوا لونه ضعفة جدا ده شكله الهايلايتر فونديشن بتاع بريتي وومن ده كان سعره 25 جنيه وده سعره مية وحاجة ففرق رهيف في السعر ونفس الافكت و بس كده يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو وارجوكم لو ان تو استفدون من الفيديو عملوني لايك وشير وسبسكرايب عشان انقررنا نوصل من خمسين الف فسعدوني سعدوني عايزين ان نوصل من خمسين الف ونسوش عملوا لايك وشير واتمنىكم كونوا شابته اكبر مدة من الفيديو لان ده هيزعل الفيديو يينتشر جدا و بس كده اسوفكم في فيديو جاي و انتنسوش تعملوا ج buoy لجída ووتون الانستغرام كمان وبس كده أسوفكم فيديو جاي